الوجه الاول يبدأ حالا عنوان الكتاب الفوائد مؤلف الكتاب الشيف الامام العلامة محي السنة وقامع البدعة شمس الدين محمد بن ابي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفي سنة 751 هجرية ناشروا الكتاب دار الكتب العلمية بيروت لبنان يقرأ الكتاب عليكم ميسر سهيل بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الامام وحي السنة قامع البدعة ابو عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي عنه قاعدة جليلة اذا اردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وعند سماعه والق سمعك واحضر خضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه اليه فانه خطاب منه لك على لسان رسوله قال تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وذلك وذلك ان تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الاثر وانطفاء المانع الذي يمنع منه تضمنت الاية بيان ذلك كله باوجز لفظ وابينه وابله على المراد فقوله ان في ذلك لذكرى اشارة الى ما تقدم من اول السورة الى هاهما وهذا هو المؤثر وقوله لمن كان له قلب فهذا هو المحل القابل والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا اي حيا القلب وقوله او القى السمع اي وجه سمعه هو اصغى حاسة سمعه الى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام وقوله وهو شهيد اي شاهد القلب حاضر غير غائب قال ابن قتيبة استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساه وهو اشارة الى المانع من خصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله فاذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الاصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه الى شيء اخر حصل الاثر وهو الانتفاع والتذكر فان قيل اذا كان التأثير انما يتم بمجموع هذا فما وجه دخول اذاك او في قوله او القى السمع والموضع موضع واو الجمع لا موضع او التي هي لاحد الشيئين قيل هذا سؤال جيد والجواب عنه ان يقال خرج الكلام باو باعتبار حال المخاطب المدعو فان من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة فاذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وانه الحق وشهد قلبه بما اخبر به القرآن فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق وقال في حقهم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب تري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرطية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فهذا نور الفطرة على نور الوحي وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي قال ابن القيم وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه فهو يقرأها عن ظهر قلب ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي فطريق قصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه فيعلم حينئذ أنه الحق فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره فهو في مقام الإيمان والأول في مقام الإحسان هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام فعين اليقين نوعان نوع في الدنيا ونوع في الآخرة فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهر إلى العين وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر فهو عين يقين في المرتبتين فصل وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاب والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وتضمنت انقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وعوصاف هؤلاء وهؤلاء وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد من النقائص والعيوب وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه فإذا أحضره السائق قال هذا ما لدي عتيد أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته فيقال عند إحضاره القياف جهنم كل كفار عنيد كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال هذا فلان قد أحضرته فيقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه وتأمل كيف ظلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصه فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها كما قاله من لم يعرف المعاب الذي أخبرت به الرسل حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب والروح عنده عرض من أعراض البدن فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها كيف وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلا وصاروا عظاما ورفاتا فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء ولهذا قالوا أئذا متنا وكنا طرابا وعظاما أئنا لمبعوثون وقالوا ذلك رجع بعيد ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا بل يكون ابتداءا ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبير معنى فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى عناصر بحيث لا تتميز فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معها تميز شخص عن شخص الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه أو أن الحكمة اختضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا كلما مات جيل خلطه جيل آخر فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أثول أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم والثاني تقرير كمال قدرته كقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وقوله بلا قادرين على أن نسوي بنانه وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم الثالث كمال حكمته كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وقوله أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية الكريمة ولهذا كان الصواب أن المعاب معلوم بالعقل مع الشرع وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم فهم في أمر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتآمه ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها وثبتها بالجبال وأوضع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته وأن ذلك تبصره إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا وإن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة في الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقادرها ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل وأحيا به الأرض بعد موتها ثم قال كذلك الخروج أي مثل هذا الإخراج من الأرض والفواكه والثمار والأقوات والفبوب خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعبه عن كل شبهة وشك فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك أو أن حوادث الظهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله أفعايينا بالخلق الأول يقال بكل من عجز عن شيء عي به وعي فلان بهذا الأمر قال الشاعر عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة ومنه قوله تعالى ولم يعي بخلقهن قال ابن عباس يريد أفعجزنا وكذلك خال مقاتل قلت هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقتها أعم من ذلك فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا وعييت به إذا لم تهتدي لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله فتقول أعياني دواؤك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه ولازم هذا المعنى العجز عنه والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة فهي تدور وتجول حتى ترمي بها فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال فهي تنقلها من مكان إلى مكان وتحار أين تجعل بقرها كما هو حال من عي بأمره فلم يدري من أين يقصد له ومن أين يأتيه وليس المراد بالإعياء في هذه الآية أتعب كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات كل ذلك من نطفة ما فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه واستذل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة وإن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل في بدنه فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق وقال شيخنا المراد بقول نحن أي ملائكتنا كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا قرأه وعليك رسولنا جبريل قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين فلا حجة في الآية بحلولي ولا معطل ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال وهي غايات الأقوال ونهايتها ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل يوم القيامة الكبرى ثم ذكر القيامة الكبرى بقولي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم وأن كل أحد يأتي الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه وغير شهادة رسوله والمؤمنين فإن الله سبحانه يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها ولا يحكم بينهم بمجرد علمه وهو أعضل العادلين وأحكم الحاكمين ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه فكيف يسوق لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه وأن لا يزال على ذكره وباله وقال في غفلة من هذا ولم يقل عنه كما قال وإنهم لفي شك منه مريب ولم يقل في شك فيه وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه كأن غفلته وشكه ابتداء منه فهو مبدأ غفلته وشكه وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه فإنه فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومن شاءهما مبدأا بالغفلة والشك ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله يقول لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وعتيتك به هذا قول مجاهد وقال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته علي فحينئذ يقال القيا في جهنم وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة ثم أجري الوصل مجرى الوقت ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات انتهى الوجه الأول أحدها أنه كفار لنعم الله وحقوقه كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته كفار برسله وملائكته كفار بكتبه ولقائه الثانية أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا الثالثة أنه مناع للخير وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله والخير الذي هو إحسان إلى الناس فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق الرابعة أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم قشوم معتد عليهم بيده ولسانه الخامسة أنه مريب أي صاحب ريب وشك ومع هذا فهو آت لكل ريبة يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينظر له ويوالي فيه ويعادي فيه فيختصمه وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه وإنه هو الذي أطغاه وأضله فيقول قرينه لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه وآثره على الحق كما قال إبليس لأهل النار وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه يختصمان عند الله وقال الطائفة بل قرينه ها هنا هو الملك فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى وأنه لم يفعل ذلك كله وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب فيقول الملك ما زدت في الكتابة على ما عملت ولا أعجلتك عن التوبة ولكن كان في ضلال بعيد فيقول الرب تعالى لا تختصم لدي وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصافات والأعراف وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاد ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه فقيل المراد بذلك قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ووعظه لأهل الإيمان بالجنة وأن هذا لا يبدل ولا يخلف قال ابن عباس يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي قال مجاهد قد قضيت ما أنا قاض وهذا أصح القولين في الآية وفيها قول آخر إن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام فيكون المراد بالقول قول المختصمين وهو اختيار الفراء وابن قتيبة قال الفراء المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب وقال ابن قتيبة أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص قال لأنه قال القول عندي ولم يقل قولي وهذا كما يقال لا يكذب عندي فعلى القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل علي وكمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده ثم أخبر عن ساعة جهنم وأنها كل ما ألقي فيها تقول هل من مزيد وأخطأ من قال إن ذلك للنفي أي ليس من مزيد والحديث الصحيح يرد هذا التأويل ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع أحداها أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره قال عبيد ابن عمير الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها وقال مجاهد هو الذي إذا ذكر بذنبه في الخلاء استغفر منه وقال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب الثانية أن يكون حفيظا قال ابن عباس لما أتمنه الله عليه وافترضه وقال قتادة حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته ولما كانت النفس لها قوتان قوة الطلب وقوة الإمساق كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساق عن معاصيه ونواهيه فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه الله والأواب المقبل على الله بطاعته الثالث قوله من خشي الرحمن بالغير يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد ويتضمن الإقرار بكتبه ورثله وعمره ونهيه ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه فلا تصح خشة الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله الرابعة قوله وجاء بقلب منيب قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد وهل يجدون محيصا ومنجى من عذاب الله قال قتادة حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء تكذيب لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود أنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه ثم أمره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأذبار سجود فقيل هو الوتر وقيل الرتعتان بعد المغرب والأول قول ابن عباس والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي وإحدى الروايتين عن ابن عباس وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلاة المكتوبة ثم ختم الصورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسابها للحشر وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء ذلك حشر يسير عليه سبحانه وتعالى ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولا يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده فهو الذي ينتفع بالتذكير وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أشكل على كثير من الناس معناه فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع فقال الطائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال وإنما هو للماضي وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته قال وردل على ذلك شيئا أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم لكنه ضعيف من وجهين أحدهما أن لفظ اعملوا يأباه فإنه للاستقبال دون الماضي وقوله قد غفرت لكم لا يجب أن يكون اعملوا مثله فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله أتى أمر الله وجاء ربك ونضائره ونضائره الثاني أن نفس الحديث يرده فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم ولا يمنع ذلك كون المغفر حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض وثوقا بالمغفرة فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لم احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وهذا محال ومن أوجب الواجبات الطوبة بعد الذنب فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة ونظير هذا قوله في الحديث الآخر أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فاغفر له ثم مكت ما شاء الله أن يمكس ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فاغفر له ثم مكت ما شاء الله أن يمكس ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أصدت ذنبا فاغفره لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب وتاب واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تابا هو حكم يعم كل من كانت حاله حاله لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بكر وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة اطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات بل كان هؤلاء أشد اجتهابا وحذرا وخوفا بعض البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة وكذلك عمر فهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت ومقيدة بانتفاء موانعها ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاء من الأعمال فائدة جليلة قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج والطرق وأجرى فيها الأنهار والعيون وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها ومن بركتها أنك تودع فيها الحبة فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع فلا كان من الطراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ظلولا فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها ولهذا فسرت المناكب بالجبل كمناكب الإنسان وهي أعاليه قالوا وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر وقالت طائفة بل المناكب الجوانب والنواحي ومنه مناكب الإنسان جوانبه والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له فإن سطح الكرة أعلاها والمشي إنما يقع في سطحها وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أوضعه فيها فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها وأوضعها رزقهم فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن ثم نبه بقوله وإليه النشور على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابري سبيل فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار فهو منزل عبور لا مستقر حبور ومعبر وممر لا وطن ومستقر فتضمنت الآية الضلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه والتذكير بنعمه وإحسانه والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا بل نشرع فيها السير إلى داره وجنته فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يفوي هذه الدار كأن لم تكن وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور فائدة للإنسان قوتاني قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتين العلمية والإرادية واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقه هم فيها واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون دون ذلك وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول وهو معرفة رب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أثول الأسماء الحسنة وهي اسم الله والرب والرحمن فاسم الله متضمن لصفات الألوهية واسم الرب متضمن لصفات الربوبية واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر ومعاني أسمائه تدور على هذا وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفين الانحراف عن الصراط المستقيم وان الانحراف الى احد الطرفين انحراف الى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد والانحراف الى الطرف الاخر انحراف الى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل فاول الثورة رحمة واوسطها هداية واخرها نعمة وحض العبد من النعمة على قدر حضه من الهداية وحضه منها على قدر حضه من الرحمة فعاد الامر كله الى نعمته ورحمته والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته فلا يكون الا رحيما منعما وذلك من موجبات الهيته فهو الاله الحق وان جحده الجاحدون وعدل به المشركون فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله باوفر نصيب وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين والله المستعان انتهى الشريط الاول وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب فائدة الرب تعالى يدعو عبابه في القرآن الى معرفته من طريقين احدهما النظر في مفعولاته والثاني التفكر في اياته وتدبرها فتلك اياته المشهودة وهذه اياته المسموعة المعقولة فالنوع الاول كقوله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى اخرها وقوله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب وهو كثير في القرآن والثاني كقوله افلا يتدبرون القرآن وقوله افلم يتدبر القول وقوله كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته وهو كثير ايضا فاما المفعولات فانها دالة على الافعال والافعال دالة على الصفات فان المفعول يدل على فاعل فعله وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم او موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا ارادة ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على ارادة الفاعل وان فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى وما فيها من النفع والاحسان والخير دال على رحمته وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه وما فيها من الاكرام والتقريب والعناية دال على محبته وما فيها من الاهانة والابعاد والخذلان دال على بغضه ومقته وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه الى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد وما فيها من احوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على امكان المعاد وما فيها من ظهور اثار الرحمة والنعمة على قلقه دليل على صحة النبوات وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على ان معطي تلك الكمالات احق بها فمفعولاته من ادل شيء على صفاته وصدق ما اخبرت به رسله عنه فالمصنوعات شاهدة تصدق الايات المسموعات منبه على الاستدلال بالايات المصنوعات قال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اي ان القرآن حق فاخبر انه لا بد ان يريهم من اياته المشهودة ما يبين لهم ان اياته المتلوة حق ثم اخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما اقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله فاياته شاهدة بصدقه وهو شاهد بصدق رسوله باياته فهو الشاهد والمشهود له وهو الدليل والمدلول عليه فهو الدليل بنفسه على نفسه كما قال بعض العارفين كيف اطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء فاي دليل طلبته عليه فوجوده اظهر منه ولهذا قال الرسل لقومهم افي الله شك فهو اعرف من كل معروف وابين من كل دليل فالاشياء عرفت به في الحقيقة وان كان عرف بها في النظر والاستبلال بافعاله واحكامه عليه فإذا في المسند وصحيح ابي حاك من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او اعلمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي الا اذهب الله همه وغمه وابدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله افلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن فتضمن هذا الحديث العظيم امورا من المعرفة والتوحيد والعبودية منها ان الداعي به صدر سؤاله بقوله اني عبدك ابن عبدك ابن امتك وهذا يتناول من فوقه من ابائه وامهاته الى ابويه ادم وحوى وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه واعتراف بانه مملوكه واباءه ممالكه وان العبد ليس له غير باب سيده وفضله واحسانه وان سيده ان اهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤوه احد ولم يعطف عليه بل يضيع اعظم ضيعة فتحت هذا الاعتراف اني لا غنى بي عنك طرفة عين وليس لي من اعود به والود به غير سيدي الذي انا عبده وفي ضمن ذلك الاعتراف بانه مربوب مدبر مأمور منهي انما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والاحرار وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون اليه سبحانه في قوله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونى ومن عداهم عبيد القهر والربوبية فاضافتهم اليه كاضافة سائر البيوت الى ملكه واضافة اولئك كاضافة البيت الحرام اليه واضافة ناقته اليه وداره التي هي الجنة اليه واضافة عبودية رسوله اليه بقوله وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي اسرى بعبده وفي التحقيق بمعنى قوله اني عبدك التزام عبوديته من الظل والخضوع والانابة وامتثال امر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار اليه والجأ اليه واستعين به واتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به وان لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء وفيه ايضا اني عبد من جميع الوجوه صغيرا وكبيرا وميتا مطيعا وعافيا معافى ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح وفيه ايضا وفيه ايضا ان مالي ونفسي ملك لك فان العبد وما يملك لسيده وفيه ايضا انك انت الذي مننت علي بكل ما انا فيه من نعمة فذلك كله من انعامك على عبدك وفيه ايضا اني لا اتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي الا بامرك كما لا يتصرف العبد الا باذن سيده واني لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فان صح له شهود ذلك فقد قال اني عبدك حقيقة ثم قال ناصيتي بيدك اي انت المتصرف فيه تصرفني كيف تشاء لست انا المتصرف في نفسي وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين اصبعين من اصابعه وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله اليه سبحانه ليس الى العبد منه شيء بل هو في قبضة سيده اضعف من مملوك ضعيف حقير ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره بل الامر فوق ذلك ومتى شهد العبد ان ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته الى ربه وصفا لازما له ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر اليهم ولم يعلق امله ورجاءه بهم فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته ولهذا قال هود لقومه اني توكلت على الله ربي وربكم ما من ذابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم وقوله ماض في حكمك عدل في قضاءك تضمن هذا الكلام امرين احدهما مضاء حكمه في عبده والثاني يتضمن حمده وعدله وهو سبحانه له الملك وله الحمد وهذا معنى قول نبيه هود ما من ذابة الا هو اخذ بناصيتها ثم قال ان ربي على صراط مستقيم اي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم وهو العدل الذي يتصرف به فيهم فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وامره ونهيه وثوابه وعقابه فخبره كله صد وقضاؤه كله عدل وامره كله مصلحة والذي نهى عنه كله مفسدة وثوابه لمن يستحق ثواب بفضله ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته وفرق بين الحكم والقضاء وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء فان حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء ام ابا لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته اما الديني الشرعي فقد يخالفه ولما كان القضاء هو الاثمام والاكمال وذلك انما يكون بعد مضيه ونفوذه قال عدل في قضاءه اي الحكم الذي اكملته واتمنته ونفذته في عبدك عدل منك فيه واما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه فان كان حكما دينيا فهو ماض في العبد وان كان كونيا فان نفذه سبحانه مضى فيه وان لم ينفذه ان دفع عنه فهو سبحانه يقضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر امرا ولا يستطيع تنفيذه وهو سبحانه يقضي ويمضي فله القضاء والانضاء وقوله عدل في قضاءك يتضمن جميع اقضيته في عبده من كل الوجوه من صحة وسقم وغنى وفق ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك قال تعالى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم وقال وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم فان الانسان تفور فكل ما يقضى على العبد فهو عدل فيه فان قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره فما وجه العدل في قضائها فان العدل في العقوبة عليها ظاهر قيل هذا سؤال له شأن ومن اجله دعم الطائفة ان العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته قالوا لان الظلم هو التصرف في ملك الغير والله له كل شيء فلا يكون تصرفه في خلقه الا عدلا وقال الطائفة بل العدل انه لا يعاقب على ما قضاه وقدره فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم انه ليس بقضائه وقدره فيكون العدل هو جزاؤه وعلى الذنب بالعقوبة والذنب اما في الدنيا واما في الافرة وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر فزعموا ان من اثبت القدر لم يمكنه ان يقول بالعدل ومن قال بالعدل لم يمكنه ان يقول بالقدر كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد واثبات الصفات فزعموا انه لا يمكنهم اثبات التوحيد الا بانكار الصفات فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر واما اهل السنة فهم مثبتون للامرين والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه وهو سبحانه وان اضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه لانه وضع الاضلال والخذلان في موضعه اللائق به كيف ومن اسمائه الحسنى العدل الذي كل افعاله واحكامه سداد وصواب وحق وهو سبحانه قد اوضح السبل وارسل الرسل وانزل الكتب وازاح العلل ومكن من اسباب الهداية ومن اسباب الطاعة بالاسماع والابصار والعقول وهذا عدله ووفق من شاء بمزيد عناية واراد من نفسه ان يعينه ويوفقه فهذا فضله وخذ لمن ليس باهل لتوفيقه وليس باهل لفضله وخلى بينه وبين نفسه ولم يرد سبحانه من نفسه ان يوفقه فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله وهذا نوعان احدهما ما يكون جزاء منه للعبد على اعراضه عنه واثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره فهو اهل ان يخذله ويتخلى عنه والثاني ان لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه انه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبه فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محله قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين وقال ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعهم فاذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل كما اذا قضى على الحية بان تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه وان كان مخلوقا على هذه الصفة وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر والمقصود ان قوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاءك رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم اقضية الله في عبده ويخرجون افعال العباد عن كونها بقضائه وقدره ويردون القضاء الى الامر والنهي وعلى الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل فلا يبقى لقوله عدل في قضاءك فائدة فان العدل عندهم كل ما يمكن فعله والظلم هو المحال لذاته فكأنه قال ماض ونافذ في قضاءك وهذا هو الاول بعينه وقوله اسألك بكل اسم الى اخره توسل اليه باسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم وهذه احب الوسائل اليه فانها وسيلة بصفاته وافعاله التي هي مضلول اسمائه وقوله ام تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري الربيع المطر الذي يحيي الارض شبه القرآن به لحياة القلوب به وكذلك شبهه الله بالمطر وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الاضاءة والاشراق كما جمع بينهما سبحانه في قوله انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية وفي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ثم قال او كصيب من السماء وفي قوله الله نور السماوات والارض مثل نوره الايات ثم قال الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه الاية فتضمن الدعاء ان يحيي قلبه بربيع القرآن وان ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ولما كان الصدر اوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه الى القلب لانه قد حصل لما هو اوسع منه ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها في حياة القلب تسري الحياة منه الى الصدر ثم الى الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل ان يكون ذهابها بالقرآن فانها احرى لا تعود واما اذا ذهبت بغير القرآن من صحة او دنيا او جاه او زوجة او ولب فانها تعود بذهاب ذلك والمكروه الوارد على القلب ان كان من امر ماض احدث الحزن وان كان من مستقبل احدث الهم وان كان من امر حاضر احدث الغم والله اعلم فائدة انزه الموجودات واظهرها وانورها واشرفها واعلاها ذاتا وقدرا واوسعها عرش الرحمن جل جلاله ولذلك صلح الاستوائه عليه وكل ما كان اقرب الى العرش كان انور وانزه واشرف مما بعد عنه ولهذا كانت جنة الفردوس اعلى الجنان واشرفها وانورها واجلها لقربها من العرش اذ هو سقفها وكل ما بعد عنه كان اظلم واضيق ولهذا كان اسفل سافلين شر الامكنة واضيقها وابعدها من كل خير وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وارادته فهي عرش المثل الاعلى الذي هو معرفته ومحبته وارادته قال تعالى للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى ليس كمثله شيء فهذا من المثل الاعلى وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه وان لم يكن اطهر الاشياء وانزهها واطيبها وابعدها من كل دنس وقبث لم يصلح لاستواء المثل الاعلى عليه معرفة ومحبة وارادة فاستوى عليه مثل الدنيا الاسفل ومحبتها وارادتها والتعلق بها فضاق وعظلم وبعد من كماله وفلاحه حتى تعود القلوب على قلبين قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والفزن والغم والهم فهو حزين على ما مضى مهموم بما يستقبل مغموم في الحال وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قالوا فما علامة ذلك يا رسول الله قال الإنابة إلى دار الخلود والتجاني عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى فلذلك ينفسح وينشرح وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق فإذا تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومرضها إليه مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته عالما بما في نفوس عبيده مطلعا على أسرارهم وعلى نيتهم منفردا بتدبير المملكة يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهيم ويخلق ويرزق ويميت ويحي ويقدر ويقضي ويدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه لا تتحرك في ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامهم ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم ويذم أعدائه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم ويضرب الأمثال وينوع الأذلة والبراهين ويجيب على شبه أعدائه أحسن الأجوبة ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام ويذكر بأوصافها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوار ويذكر بعذابها وقبحها وآلامها ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه بنفسه وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته انتهى الوجه الأول ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب وأنه مع ذلك مقيل عسراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والمحام عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم فنعم المولى ونعم النصير فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها وذواؤها بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها فائدة قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها فكذلك القلوب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبقى فيها موضع للشغل بالله ومعرفته أسماءه وصفاته وأحكامه وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبقى فيه إصغاء ولا فهم لحديثه كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبقى فيه ميل إلى محبته فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبقى فيه محل للنطق بذكره كاللسان ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلأ شعرا فبين أن الجوف يمتلأ بالشعر فكذلك يمتلأ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا فتعدته وجاوزته إلى محل سواه كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا من فذلها فيه فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه لكن تمر مجتازة لا مستوطنة ولذلك قيل نزه فؤادك من سوانا تلقنا فجنابنا حل لكل منزه والصبر طلسم كنزنا ووصالنا من حلد الطلسم فاز بكنزه وبالله التوفيق فائدة قوله تعالى الهاكم التكاثر إلى آخرها أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد وكفى بها موعظة لمن عقلها فقوله تعالى الهاكم أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه فإن الالهاء عن الشيء هو الانشغال عنه فإن كان بقصد فهو محل التكليف وإن كان بغير قصد كقوله صلى الله عليه وسلم في الخميصة إنها ألهتني آنفا عن صلاتي كان صاحبه معذورا وهو نوع من النسيان وفي الحديث فلها صلى الله عليه وسلم عن الصبي أي ذهل عنه ويقال لها بالشيء أي اشتغل به ولها عنه إذا انصرف عنه والله للقلب واللعب للجوارح ولهذا يجمع بينهما ولهذا كان قوله الهاكم التكاثر أبلغ في الذنب من شغلكم فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاهن به فالله هو ذهول وإعراب والتكاثر تفاعل من الكثرة أي مكاثرة بعضكم لبعض وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه وإن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم ولسيما إذا لم يحتج إليه والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه امتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت تنبيه من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه للعبد سطر بينه وبين الله وسطر بينه وبين الناس فمن هتك السطر الذي بينه وبين الله هتك الله السطر الذي بينه وبين الناس للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه فينبغي له ان يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله اليه اضاعة الوقت اشد من الموت لان اضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الاخرة والموت يقطعك عن الدنيا واهلها الدنيا من اولها الى اخرها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم العمر محبوب اليوم يعقب المكروه غدا ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا اعظم الربح في الدنيا ام تشغل نفسك كل وقت بما هو اولى بها وانفع لها في معادها كيف يكون عاقلا من باع الجنة بشهوة ساعة يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه المخلوق اذا خفته استوحشت منه وهربت منه ورب تعالى اذا خفته انست به وقربت اليه لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه احبار اهل الكتاب ولو نفع العمل بلا اخلاص لما ذم المنافقين دافع الخطرة فان لم تفعل صارت فكرة فدافع الفكرة فان لم تفعل صارت شهوة فحاربها فان لم تفعل صارت عزيمة وهمة فان لم تدافعها صارت فعلا فان لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها التقوى ثلاث مراتب احداها حمية القلب والجوارح عن الاثام والمحرمات الثانية حميتها عن المكرهات الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني فالاولى تعطي العبد حياته والثانية تفيده صحته وقوة والثالثة تكسبه ثروره وفرحته وبهجته غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق بالله ابلغ ما اسعى وادركه لا بي ولا بشفيع لي من الناس اذا ايست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجى مسرعا من جانب الياس من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره ومن خلقه للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات لما طلب ادم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عقب بالخروج منها ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤية لبث فيه بضع سنين اذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد احدها مشهد التوحيد وان الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الثاني مشهد العدل وانه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه الثالث مشهد الرحمة وان رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه ورحمته حشوه الرابع مشهد الحكمة وان حكمته سبحانه اقتضت ذلك لم يقدره سدا ولا قضاه عبثا الخامس مشهد الحمد وان له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه السادس مشهد العبودية وانه عبد محض من كل وجه تجري عليه احكام سيده واقضيته بحكم كونه ملكه وعبده فيصرفه تحت احكامه القدرية كما يصرفه تحت احكامه الدينية فهو محل لجريان هذه الاحكام عليه قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر واضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع اجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل واهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء سوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والاحراق عن النار واضداد هذه تتولد عن الطاعة فصل طوبى لمن انصف ربه فاقر له بالجهل في علمه والافات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته فان اخذه بذنوبه رأى عدله وان لم يآخذه بها رأى فضله وان عمل حسنة رأى من منته وصدقته عليك فان قبلها فمنة وصدقة ثانية وان ردها فلكون مثلها لا يصلح ان يواجه به وان عمل سيئة رأى من تخليه عنه وخذلانه له وامساك عصمته عنه وذلك من عدله فيرى في ذلك فقره الى ربه وظلمه في نفسه فان غفرها له فبمحض احسانه وجوده وكرمه ونكتة المسألة وسرها انه لا يرى ربه الا محسنا ولا يرى نفسه الا مسيئا او مفرطا او مقصرا فيرى كل ما يسره من طض ربه عليه واحسانه اليه وكل ما يسوءه من ظنوبه وعدل الله فيه المحبون اذا خربت منازل احبائهم قالوا سقيا لسكانها وكذلك المحب اذا اتت عليه الاعوام تحت الطراب ذكر حينئذ حصن طاعته له في الدنيا وتودده اليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الاجسام البالية فائدة الغيرة غيرتان غيرة على الشيء وغيرة من الشيء فالغيرة على المحبوب حرصك عليه والغيرة من المكروه ان يزاحمك عليه فالغيرة على المحبوب لا تتم الا بالغيرة من المزاحم وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق واما ما تحسن المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسب والغيرة المحمودة في حقه ان يغار المحب على محبته له ان يصرفها الى غيره او يغار عليها ان يطلع عليها الغير فيفسدها علي او يغار على اعماله ان يكون فيها شيء لغير محبوبه او يغار عليها ان يشوبها ما يكره محبوبه من رياء او اعجاب او محبة لاشراف غيره عليها او غيبته عن شهود منته عليه فيها وبالجملة فغيرته تقتضي ان تكون احواله واعماله وافعاله كلها لله وكذلك يغار على اوقاته ان يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه فهذه الغيرة من جهة العبد وهي غيرة من المزاحم له المعوق القاطع له عن مرضات محبوبه واما غيرة محبوبه عليه فهي كراهية ان ينصرف قلبه عن محبته الى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه ولهذا كانت غيرة الله ان يأتي العبد ما حرم عليه ولاجل غيرته سبحانه حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن لان الخلق عبيده واماءه فهو يغار على امائه كما يغار السيد على جواره ولله المثل الاعلى ويغار على عبيده ان تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها من عظم وقار الله في قلبه ان يعصيه وقره الله في قلوب الخلق ان يذلوه اذا علقت شروش المعرفة في ارض القلب نبتت فيه شجرة المحبة فاذا تمكنت وقويت اثمرت الطاعة فلا تزال الشجرة تؤتي اكلها كل حين باذن ربها اول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا واوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور واخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام ارض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها فان غرست شجرة الايمان والتقوى اغرثت حلاوة الابد وان غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر ارجع الى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك ولا تشرد عنه من هذه الاربعة فما رجع من رجع اليه بتوفيقه الا منها وما شرد من شرد عنه بخذلانه الا منها فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهواه مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نوات غرستها فصارت شجرة ثم اثمرت فاكلت ثمرها وغرست نواها فكلما اثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه وكذلك تداعي المعاصي فليتدبر اللبيب هذا المثال فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره اليه انما العجب من مالك يتحبب الى مملوكه بصنوف انعامه ويتودد اليه بانواع احسانه مع غناه عنه كفى بك عزا انك له عبد وكفى بك فخرا انه لك رب فصل اياك والمعاصي فانها ازلت عز سجد واخرجت واخرجت اقطاع اسكن يا لها لحظة اثمرت حرارة القلق الف سنة ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع انفاس الاسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه فرح ابليس بنجول ادم من الجنة وما علم انه بوط الغائص في اللجة خلف الدر سعود كم بين قوله لادم اني جاعل في الارض خليفة وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم ما جرى على ادم هو المراد من وجوده لو لم تذنب يا ادم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك ولصالح ذريتك خلقتها يا ادم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك يا ادم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب والبست خلعة العبودية وعسى ان تكره يا ادم لم اخرج اقطاعك الى غيرك انما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك وليبعث الي العمال نفقة تتجافى جنوبهم انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب تالله ما نفعه عند معصيته عز السجد ولا شرف وعلم ادم ولا خصيصة لما خلقت بيدي ولا فخر ونفخت فيه من روحي وانما انتفع بذل ربنا ظلمنا انفسنا لما لبس درع التوحيد على بدل الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار فعاد كما كان فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة والقلبة الالم والعلة فصل نجائب النجاة مهيئة للمراد واقدام المطرود موثوقة بالقيود هبت عواصف الاقدار في بيداء الاكوان فتقلب الوجود ونجم الخير فلما ركدت الريح اذا ابو طالب غريق في لجة الهلاك وسلمان على ساحل السلام والوليد ابن المغيرة يقدم قومه في التيه وسهيب قد قدم بقافلة الروم والنجاشي في ارض الحبشة يقول لبيك اللهم لبيك وبلال ينادي الصلاة خير من النوم وابو جهل في رقدة المخالفة لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق ابائه في التمجس فاقبل يناظر اباه في دين الشرك فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب الا القيد وهذا جواب يتداوله اهل الباطل من يوم حرفوه وبه اجاب فرعون موسى لان اتخذت الها غيري وبه اجاب الجهمية الامام احمد لما عرضوه على السياط وبه اجاب اهل البدع شيخ الاسلام حين استوضعوه السجن وها نحن على الافر فنزل به ضيف ولنبلو انكم فنال باكرامه مرتبة سلمان منا اهل البيت فسمع ان ركبا على نية السفر فسرق نفسه من ابيه ولا قطع فركب راحلة العزم يرجو ادراك مطلب السعادة فغاص في بحر البحف ليقطع بدرة الوجود فوقف نفسه على خدمة الادلاء وقوف الادلاء فلما احس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا اليه اعلام الاعلام على نبوة نبينا وقالوا ان زمانه قد اضل فاحذر ان تضل فرحل مع رفقة لم يرفقوا به فشروه بثمن بخس ضراهم معدودة فابتعه يهودي بالمدينة فلما رأى الحرة توقد حرا شوقه ولم يعلم رب المنزل بوجد نازل فبين هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير وسلمان في رأس نخلة وكاد القلق يلقيه لولا ان الحزم امسكه كما جرى يوم ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها فعجل النزول لتلقي ركب البشارة ولسان حاله يقول خليلي من نجد قفى بي على الربى فقد هب من تلك الضيار نسيم فصاحبه سيده مالك انصرف الى شغلك فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل ثم اخذ لسان حاله يترنم لو سمع الاطروش خليلي لا والله ما انا منكما اذا علم من ال ليلة بدالية فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الاصل فوافقه يا محمد انت تريد ابا طالب ونحن نريد سلمان ابو طالب اذا سئل عن اسمه قال عبد مناف واذا انتسب افتخر بالاباء واذا ذكرت الاموال عبد الابل وسلمان اذا سئل عن اسمه قال عبد الله وعن نسبه قال ابن الاسلام وعن ماله قال الفقر وعن حانوته قال المسجد وعن كسبه قال الصبر وعن لباسه قال التقوى والتواضع وعن وساده قال السهر وعن فخره قال سلمان منا وعن قصده قال يريدون وجهه وعن سيره قال الى الجنة وعن دليله في الطريق قال امام الخلق وهادي الائمة اذا نحن ادلجنا وانت امامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية وان نحن اضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هادية الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له دخلت دار الهوى فقام امرت بعمرك اذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم انها مسعر حرب فاستتر منها بحجاب قل للمؤمنين فقد سلمت من الاثر وكفى الله المؤمنين القتال بحر الهوى اذا مد اغرق واخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء ما احد اكرم من مفرد في قبره اعماله تؤنسه منعما في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه ومن قل فيما يتقيه استباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه كم قطع زرع قبل تمام فما ظن الزرع المستحصد اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى ولكن كن خفيف النوم فحراس البلد يصيحون دن الصباح نور العقل يضيء في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الامور اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات الى ذلك الفناء الرحيب الذي فيه ما لا عين رأت فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب يا بائع نفسه بهوى من حبه ضنى ووصله اذى وحصنه الى ثنى لقد بعت انفس الاشياء بثمن بخص كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خصة الثمن حتى اذا قدمت يوم التغاب تبين لك الغبن في عقد التبايع لا اله الا الله سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة والدلال الرسول ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضه اذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده ويملك جزء منه كلك ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الفصنة وقد زال وده يا مخنط العزم اين انت والطريق طريق تعب فيه ادم وناح لاجله نوح ورمي في النار الخليل والضجع للذبح اسماعيل وبيع يوسف بثمن بخص ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيا وقاس الضر ايوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وانواع الاذى محمد صلى الله عليه وسلم تزهى انت باللهو واللعب فيا دارها بالحزن انما زارها قريب ولكن دون ذلك اهوال الحرب قائمة وانت اعزل في النظارة فان حركت ركابك فللهزيمة من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف تقول سليما لو اقمت بارضنا ولم تدر اني للمقام اطوف قيل لبعض العباد الى كم تطعب نفسك فقال راحتها اريد يا مكرما بحلة الايمان بعد حلة العافية وهو يخلقهما في مخالفة الخالق لا تنكر السلب يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره ان يسلبها عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم ايهم يؤثروهن على عرائس الاخرة فمن عرف قدر التفاوت اثر ما ينبغي اثاره وحسان الكون لما انبضت اقبلت نحوي وقالت لي الي فتعاميت كأن لم ارها عندما ابصرت مقصودي لدي كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل يا من انحرف عن جادتهم كن في اواخر الرقب ونم اذا نمت على الطريق فالامير يراعي الساقة قيل للحسن سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة فقال ان كنت على طريقهم فما اسرع اللحاق بهم فائدة من فقد انسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده الا منها ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وارشادهم كان مزيده معهم ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث اقامه وفي اي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس فاشرف الاحوال ان لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه مصابح القلوب الطاهرة في اصل الفطرة منيرة قبل الشرائع يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار وحد وحد قص ابن ساعدة ومر الرسول وكفر ابن ابي وقد صلى معه في المسجد مع الصب ري ولا ماء وكم من عطشان في اللجة سبق العلم بنبوة موسى وايمان اسية فسيق تابوته الى بيتها فجاء طفل منفرد عن ام الى امرأة خالية عن ولد فلله كم في هذه القصة من عبرة كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد ولسان القدر يقول لا نربيه الا في حجرك كان ذو البجادين يتيما في الصغر فكفله وعمه فنازعته نفسه الى اتباع الرسول فهم بالنهود فاذا بقية المرض مانعة فقعد ينتظر العم فلما تكاملت صحته نفذ الصبر فناداه ضمير الوجد الى كم حبسها تشكل مضيقة اثرها ربما وجد الطريقة فقال يا عم طال انتظار لاسلامك وما ارى منك نشاطا فقال والله لان اسلمت لانت زعن كل ما اعطيتك فصاح لسان الشوق نظرة من محمد احب الي من الدنيا وما فيها ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد ام الدنيا وما في طواياها لقال تراب من غبار عالها الاذ الى نفسي واشفى لبلواها فلما تجرد للسير الى الرسول جرده عمه من الثياب فناولته الام بجادا فقطعه لسفر الوصل نصفين تزر باحدهما وارتدى بالاخر فلما ناد صائح الجهاد قنع ان يكون في ساقة الاحباب والمحب لا يرى طول الطريق لان المقصود يعينه الا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ اكناف الحمى من يريدها فلما قضى نحبه نزل الرسول يمهد له لحده وجعل يقول اللهم اني امسيت عنه راضيا فارض عنه فصاح ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب القبر فيا مخنف العزم اقل ما في الرقعة البيدق فلما نهض تفرزا رأى بعض الحكماء برذونا يسقى عليه فقال لو هملج هذا لركب اقدام العزم بالسلوك اندفع من بين ايديها صد القواطع القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب فاذا خطها انقلبت اعوانا لك توصلك الى المقصود فصل الدنيا كمرأة بغي لا تثبت مع زوج انما تخطب الازواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالدياتة ميزت بين جمالها وفعالها فاذا الملاحة بالقباحة لا تفي حلفت لنا ان لا تكون عهودنا فكأنها حلفت لنا ان لا تفي السير في طلبها سير في ارض مسبعة والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح المفروح به منها هو عين المحزون عليه الامها متولدة من لذاتها واحزانها من افراحها مآرب كانت في الشباب لاهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا طائر الطبع يرى الحبة وعين العقل ترى الشركة غير ان عين الهوى عميا وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما ان عين الصخط تبدي المساوية تزخرفت الشهوات لاعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب ووقع تابعوها في بيداء الحصرات فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وهؤلاء يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أما وافيها الهوى طلبا لحياة الأبد لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من تبهه العدو منهم في زمن البطالة فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصدة فقرب عليهم البعيد وكلما أمرت لهم الحياة حلا لهم تذكروا هذا يومكم الذي كنتم توعدون وركب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبر المطالع قائم حدو عزمات ضاءت الأرض بينها فصار سراهم في طهور العزائم تريهم نجوم الليل ما يتبعونه على عاتق الشعر وهام النعائم إذا عطردت في معرك الجد قصف رماح العطايا في صدور المكارم فصل من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه وأعجب من هذا علمك أنك لابد لك منه وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب فائدة ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين إحدهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآطره لم يعطه خيرا منه حلالة والثانية أن يكون عالما بذلك وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه ولكن تغلب شهوته صبرة وهواه عقله فالأول من ضعف علمه والثاني من ضعف عقله وبصيرته قال يحيى ابن معاذ من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده قلت إذ اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه فصل لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان وقياد النفوس رأوا الدولة للنفس الأمارة لجأوا إلى حسن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المدعور إلى حرم سيده شهوات الدنيا كلعب الخيال ونظر الجاهل مقصور على الظاهر فأما ذو العقل فيرى ما وراء سطر لحلهم المشتهى فلما مدوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خبط الفخ فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني يا ليت قومي يعلمون تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل وشمروا للسير في سواء السبيل فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلوات وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح وقع ثعلبان في شبكة فقال أحدهما للآخر أين الملتقى بعد هذا فقال بعد يومين في الدباغة الله ما كانت الأيام إلا منام فاستيقظوا وقد حصلوا على الضفر ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني والوقت ضائع بينهما كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره وجار لا يأمنه وصاحب لا ينصحه وشريك لا ينصفه وعدو لا ينام عن معاداته ونفس أمارة بسوء ودنيا متزينة وهوى مرد وجهوة غالبة له وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف مستول عليه فإن تولاه الله وجذبه إليه إن قهرت له هذه كلها وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فصاد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكذر في أفهامهم ومحق في عقولهم وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى أربى فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا فجاءتهم قصة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن والنفس مقام العقل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام النصيحة والظلم مقام العدل فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم وكانت قبل ذلك لأضادها وكان أهلها هم المشار إليهم فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت وراياتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت فبطن الأرض والله خير من ظهرها وقل للجبال خير من السهول ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس اغشعرت الأرض وعظمت السماء وظهر الفساد في البر والبح من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفضيعة وشك الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبايح وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح وكأنكم بالباب وقد اغلق وبالرهن وقد غلق وبالجناح وقد علق وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضايع يوم لا تصل فيها الى قليل ولا كثير ذلك يوم التغاب يوم يعض الظالم على يديه اذا انت لم ترحل بزاد من التقى وابصرت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ان لا تكونك مثله وانك لم ترصد كما كان ارصدا انتهى الوجه الاول العمل بغير اخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه اذا حملت على القلب هموم الدنيا واثقالها وتهاونت باوراده التي هي قوته وحياته كنت كالمسافر الذي يحمل على دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها فما اسرع ما تقف به ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ضفر ولا اخفاق هل السائق العجلان يملك امره فما كل سير اليعملات وحيد رويدا باخفاف المطى فانما تداس جباه تحتها وخدود من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر الغاية اول في التقدير اخر في الوجود مبدأ في نظر العقل منتهى في منازل الوصول الفت عجز العادة فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك انوار العزاب انما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور تزول همة الكساح دلاه في جب العذرة بينك وبين الفائزين جبل الهوى نزلوا بين يديه ونزلت خلفه فطوي فضل منزل تلحق بالقوم الدنيا مضمار سبا وقد انعقد الغبار وخفي السابق والناس في المضمار بين فارس وراجل واصحابي ثمر معقرة سوف ترى اذا انجل الغبار افرس تحتك ام حمار في الطبع شره والحمية والحمية او فق لص الحرص لا يمشي الا في ظلام الهوى حبة المشتهى تحت فق التلف فتفكر الذبح وقد هان الصبر قوة الطمع في بلوغ الامل توجب الاجتهاد في الطلب الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول البخيل فقير لا يؤجر على فقره الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من تجوع الحرة ولا تأكل ثدييها لا تسأل سوى مولاك فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه غرس الخلوة يثمر الامس استوحش مما لا يدوم معك واستأنس بمن لا يفارقك عزلة الجاهل فساد واما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها اذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستخضر الفكر وجرت بينهم مناجا اتاك حديث لا يمل سماعه شهى الينا نصره ونظامه اذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه اذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها تلقحها ونسل الخصام نسل مذموم حميتك لنفسك اثر الجهل بها فلو عرفتها حق معرفتها اعنت الخصم عليها اذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت باحراق القادح اوثق غضبك بسلسلة الحلم فانه كلب ان افلت اتلف من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب اذا اراد القدر شخصا بذر في ارض قلبه بذر التوفيق ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم اقام عليه باطوار المراقبة واستخدم له حارس العلم فاذا الزرع قائم على سوقه اذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة اشرقت ارض القلب بنور ربها اذا جن الليل تغالب النوم والصهر فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة والكسل والتواني في كتيبة الغفلة فاذا حمل العزم حمل على الميمنة وانهزمت جنود التفريط فما يطلع الفجر الا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لاهلها سفر الليل لا يطيقه الا مضمر المجاعة النجائب في الاول وحاملات الزاد في الاخير لا تسأم من الوقوف على الباب ولو تردت ولا تقطع الاعتذار ولو رددت فان فتح الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين وادخل دخول الطفيلية وابسط كفا وتصدق علينا يا مستفتحا باب المعاش بغير اقليد التقوى كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد المعاصي سد في باب الكسب وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه الارواح في الاشباح كالاطيار في الابراج وليس ما اعد للاستفراخ كمن هوي الاسباق من اراد من العمال ان يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يليه من العمل وباي شغل يشغله كن من ابناء الاخرة ولا تكن من ابناء الدنيا فان الولد يتبع الام الدنيا لا تساوي نقل اقدامك اليها فكيف تعد خلفها الدنيا جيفة والاسد لا يقع على الجيف الدنيا مجاز والاخرة وطن والاوطار انما تطلب في الاوطان الاجتماع بالاخوان قسمان احداهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته ارجح من منفعته واقل ما فيه ان يفسد القلب ويضيع الوقت الثاني الاجتماع بهم على التعاون على اسباب النجاة والتواصي بالحق وصبر فهذا من اعظم الغنيمة وانفعها ولكن فيه ثلاث افات احداها تزين بعضهم لبعض الثانية الكلام والخلطة اكثر من الحاجة الثالثة ان يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح اما للنفس الامارة واما للقلب والنفس المطمئنة والنتيجة مستفادة من اللقاح فمن طلب لقاحه طابت ثمرته وهكذا الارواح الطيبة لقاحها من الملك والخبيثة لقاحها من الشيطان وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك قاعدة ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير بل لا يؤثر سبب البتة الا بانضمام سبب اخر اليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره هذا في الاسباب المشهودة بالعيان وفي الاسباب الغائبة والاسباب المعنوية كتأثير الشمس في الحيوان والنبات فانه موقوف على اسباب اخر من وجود محل قابل او اسباب اخر تنضم الى ذلك السبب وكذلك حصول الولد موقوف على عدة اسباب غير وطء الفح وكذلك جميع الاسباب مع مسبباتها فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فاعلى غاياته ان يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره الا الله الواحد القهار فلا ينبغي ان يرجى ولا يخاف غيره وهذا برهان قطعي على ان تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل فانه لو فرض ان ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير لكانت سببيته من غيره لا منه فليس له من نفسه قوة يفعل بها فانه لا حول ولا قوة الا بالله فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها فالحول والقوة التي يرجى لاجلها المخلوق ويخاف انما هما لله وبيده في الحقيقة فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة بل خوف المخلوق ورجاؤه احد اسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه فانه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان وهذا حال الخلق اجمعه وان ذهب عن اكثرهم علما وحالا فما شاء الله كان ولا بد وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة التوحيد مفجع اعداءه واولياءه فاما اعداءه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون واما اولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والاخرة وشدائدها ولذلك فزع فزع اليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات وفزع اليه اتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما اعد لهم في الاخرة ولما فزع اليه فرعون عند معاينة الهلاك وادراك الغرق له لم ينفعه لان الايمان عند المعاينة لا يقبل هذه سنة الله في عباده فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد وضعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقي في الكرب العظام الا شرك ولا ينجي منها الا توحيد فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها وبالله التوفيق فائدة اللذة تابعة للمحبة تقوى بقوتها وتضعف بضعفها فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق اليه اقوى كانت اللذة بالوصول اليه اتم والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به فكلما كان العلم به اتم كانت محبته اكمل فاذا رجع كمال النعيم في الاخرة وكمال اللذة الى العلم والحب فمن كان يؤمن بالله واسمائه وصفاته ودينه كان له احب وكانت لذته بالوصول اليه ومجاورته والنظر الى وجهه وسماع كلامه اتم وكل لذة ونعيم وثرور وبهجة بالاضافة الى ذلك كقطرة في بحر فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قشرية مشوبة بالالام على لذة عظيمة دائمة ابدا وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب وافضل العلم العلم بالله واعلى الحب الحب له واكمل اللذة بحسبهما والله المستعان قاعدة طالب الله والدار الاخرة لا يستقيم له سيره وطلبه الا بحبسين حبس قلبه في طلبه ومطلوبه وحبسه عن الالتفات الى غيره وحبس لسانه عما لا يفيد وحبسه على ذكر الله وما يزيد في ايمانه ومعرفته وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات وحبسها على الواجبات والمنذبات فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن الى اوسع فضاء واطيبه ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما الى فضاء الشهوات اعقبه ذلك الحبس الفضيع عند خروجه من الدنيا فكل خارج من الدنيا اما متخلص من الحبس واما ذاهب الى الحبس وبالله التوفيق ودعى ابن عون رجلا فقال عليك بتقوى الله فان المتقي ليست عليه وحشة وقال زيد ابن اسلم كان يقال من اتقى الله احبه الناس وان كره وقال الثوري لابن ابي ذؤيب ان اتقيت الله كفاك الناس وان اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا وقال سليمان ابن داود اتينا ما اتي الناس ومما لم يؤتوا وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا فلم نجد شيئا افضل من تقوى الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وفي الزهد للامام احمد اثر الهي ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني الا قطعت اسباب السماوات والارض دونه فان فان سألني لم اعطه وان دعاني لم اجبه وان استغفرني لم اغفر له وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي الا ضمنت السماوات والارض رزقه فان سألني اعطيته وان دعاني اجبته وان استغفرني غفرت له فائدة جليلة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق لان تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس الى محبته فائدة جليلة بين العبد وبين الله والجنة قد ضرة تقع بخطوتين خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله فلا يلتفت الا الى من ظله على الله وعلى الطريق الموصلة اليه صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم فجزعت للخوف قلوبهم فجرت من الحذر العيون فسالت اودية بقدرها تزينت الدنيا لعلي فقال انت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك وكانت تكفيه واحدة للسنة لكنه جمع الثلاث لالا يتصور للهوى جواز المراجعة ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل كيف وهو احد رواة حديث لعن الله المحلل ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك لابد ان تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر لا تضرك الشواغل اذا خلوت منها وانت فيها نور الحق اضوأ من الشمس فيحق لخفافيش البصائر ان تعشوا عنه الطريق الى الله خال من اهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات وهو معمور باهل اليقين واهل الصبر وهم على الطريق كالاعلام وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون قاعدة لشهادة ان لا اله الا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات واحباطها لانها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد ابائها واستعصائها واقبلت بعد اعراضها وذلت بعد عزها وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق اذل ما كانت له وارجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته وتجرد منها التوحيد بانقطاع اسباب الشرك وتحقق بطلانه فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها واجتمع همها على من ايقنت بالقدوم عليه والمصير اليه فوجه العبد وجهه بكليته اليه واقبل بقلبه وروحه وهمه عليه فاستسلم ظاهرا وباطنا واستوى سره وعلانيته فقال لا اله الا الله مخلصا من قلبه وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره ولالتفات الى ما سواه قد خرجت الدنيا كلها من قلبه وشارف القدوم على ربه وخمضت نيران شهوته وامتلأ قلبه من الاخرة فصارت نصب عينيه وصارت الدنيا وراء ظهره فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله فطهرته من ذنوبه وادخلته على ربه لانه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها على نيتها فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في ايام الصحة لاستوحش من الدنيا واهلها وفر الى الله من الناس وانس به دون ما سواه لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الدنيا والحياة واسبابها ونفس مملوئة بطلب الحضوض والالتفات الى غير الله فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ اخر وعيش اخر سوى عيشها البهيمي والله المستعان ماذا يملك من امره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين اسبعين من اصابعه يقلبه كيف يشاء وحياته بيده وموته بيده وصعادته بيده وشقاوته بيده وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله باذنه ومشيئته فلا يتحرك الا باذنه ولا يفعل الا بمشيئته ان وكله الى نفسه وكله الى عز وضيعة وتفريط ذنب وخطيئة وان وكله الى غيره وكله الى من لا يملك له ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وان تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله اسيرا له فهو لا غنى له عنه طرفة عين بل هو مضطر اليه على مدى الانفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا فاقته تامة اليه ومع ذلك فهو متخلف عنه معرض عنه يتبغض اليه بمعصيته مع شدة الضرورة اليه من كل وجه قد صار لذكره نسيا واتخذه وراءه ظهريا هذا واليه مرجعه وبين يديه موقفه فرغ خاطرك للهم بما امرت به ولا تشغله بما ضمن لك فان فان الرزق والاجل قرينان مضمونان فما دام الاجل باقي كان الرزق اتيا واذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا انفع لك منه فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة فلما خرج من بطن الام وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين واجرى له فيهما رزقا اطيب والذ من الاول لبنا خالصا سائغا فاذا تمت مدة الرضاع وانقطعت طريقان بالفطام فتح طرقا اربعة اكمل منها طعامان وشرابان فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان من المياه والالبان وما يضاف اليهما من المنافع والملاذ فاذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الاربعة لكنه سبحانه فتح له ان كان سعيدا طرقا ثمانية وهي ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا الا ويؤتيه افضل منه وانفع له وليس ذلك لغير المؤمن فانه يمنعه الحظ الادنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه ليعطيه الحظ الاعلى النفيس والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له بل هو مولع بحب العاجل وان كان دنيئا وبقلة الرغبة في الاجل وان كان علي ولو انصف العبد ربه وانا له بذلك لعلم ان فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها اعظم من فضله عليه فيما اتاه من ذلك فما منعه الا لا يعطيه ولا ابتلاه الا ليعافيه ولم تحنه الا ليصافيه ولا اماته الا ليحييه ولا اخرجه الى هذه الدار الا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة اليه فجعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وابى الظالمون الا كفورا والله المستعان من عرف نفسه اشتغل باصلاحها من عيوب الناس من عرف فربه اشتغل به عن هوى نفسه انفع العمل ان تغيب فيه عن الناس بالاخلاص وعن نفسك بشهود المنة فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق اشتغل 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 الشريط اشتغل اشتغل من الجنة االة االة اشتغل من اشتغل 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 فاكمل الناس هداية اعظمهم جهادا وافرد الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الاربع في الله هداه الله سبل رضاه الموصل الى جنته ومن ترك الجهاد فاتهوا من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد قال الجنيد والذين جاهدوا اهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الاخلاص ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر الا من جاهد هذه الاعداء باطنا فمن نصر عليها نصر على عدوه ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه فصل القى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك والعداوة والعداوة بين العقل وبين الهوى والعداوة بين النفس الامار وبين القلب وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء وامد كل حزب بجنود واعوام فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين الى ان يستولي احدهما على الاخر ويكون الاخر مقهورا فاذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم واذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والاحزان وانواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك فما ظنك بملك استولي عليه من قبل عدوه فانزله عن سرير ملكه واسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره ولا يستغيث بمن يغيثه ولا يستنجد بمن ينجده وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر وغالب لا يغلب وعزيز لا يذل فارسل اليه ان استنصرتني نصرتك وان استغذت بي اغذتك وان التجأت الي اخذت بثأرك وان هربت الي اويتك الى سلطتك على عدوك وجعلته تحت اسرك فان قال هذا الملك المأسور قد شد عدوي وثاقي واحكم رباطي واستوثق مني بالقيود ومنعني من اللهوض اليك والفرار اليك والمسير الى بابك فان ارسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسه امكنني ان اوافي بابك وان لا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي فان قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان ودفعا لرسالته ورضى بما هو فيه عند عدوه قلاه السلطان الاعظم وحاله وولاه ما طولى وان قال ذلك افتقارا اليه واذهارا لعزه وذله وانه اضعف واعجز ان يسير اليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته وان من تمام نعمته ذلك عليه كما ارسل اليه هذه الرسالة ان يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده فان فعل به ذلك فقد اتم انعامه عليه وان تخلى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقا هو له وان حمضه وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه ولا سيما اذا علم ان الحبس حبسه وان العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه وعبد من عبيده ناصيته بيده لا يتصرف الا باذنه ومشيئته فهو غير ملتفت اليه ولا خائف منه ولا معتقد ان له شيئا من الامر ولا بيده نفع ولا ضر بل هو ناطر الى مالكه ومتولي امره ومن ناصيته بيده قد افرده بالخوف والرجاء والتضرع اليه والالتجاء والرغبة والرهبة فهناك تأتيه جيوش النصر وجيوش الظفر على الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل واخس همم طلاب العلم قصر همته على تطبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع او كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع اقوال الناس وليس له همة الى معرفة الصحيح من تلك الاقوال وقل ان ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه واعلى الهمم في باب الارادة ان تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الامري واسفلها ان تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله فهو انما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه فالاول يريد الله ويريد مراده والثاني يريد من الله وهو فارغ عن ارادته علماء سوء جلسوا على باب الجنة يدعون اليها الناس باقوالهم ويدعونهم الى النار بافعالهم فكلما قالت اقوالهم للناس هلم قالت افعالهم لا تسمعوا منهم فلو كان ما دعوا اليه حقا كانوا اول المستجيبين له فهم في الصورة ادلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق اذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف اليك اي انواعه تبدأ به واذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك لانه بيده تابع له فعل من افعاله فاذا حصل لك حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع واذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع فان كنت قد عرفته وانست به ثم سقط الى طلب الفضل حرمك اياه عقوبة لك ففاتك الله وفاتك الفضل فصل لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر فعبثت ايدي سراياه بالنصر في الاطراف فطار ذكره في الافاق فصار الخلق معه ثلاثة اقسام مؤمن به ومسالم له وخائف منه القى بذر الصبر في مزرمعتي فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل فاذا اقصان النبات تهتز بخزام والحرمات قصاص فدخل مكة دخولا ما دخله احد قبله ولا بعده حوله المهاجرون والانصار لا يبين منهم الا الحدق والصحابة على مراتبهم والملائكة فوق رؤوسهم وجبريل يتردد بينه وبين ربه وقد اباح له حرمة الذي لم يحله لاحد سواه فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك فاخرجوه ثاني اثنين دخل وذقنه تمس قربوس سرجه خضوعا وذلا لمن البسه ثوب هذا العز الذي رفعت اليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت اليه الملوك اعناقها فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا وعلى كعب بلال فوق الكعبة بعد ان كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قوله احد احد ورفع صوته بالاذان فاجابته القبائل من كل ناحية فاقبلوا يؤمنون فدخلوا في دين الله افواجا وكانوا قبل ذلك يأتون احدا فلما جلس الرسول على منبر العز وما نزل عنه قط مدت الملوك اعناقها بالخضوع اليه فمنهم من سلم اليه مفاتيح البلاد ومنهم من سأله الموادعة والصلح ومنهم من اقر بالجزية والصغار ومنهم من اخذ في الجمع والتأهب للحرب ولم يدر انه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الاسارة اليه فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وابدى الامانة وجاءه منشور انا فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا وبعده توقيع اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجه جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء ربه شوقا اليه فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك اذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض اتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه فكيف بقدوم روح سيد الخلائق فيا منتسبا الى غير هذا الجناب ويا واقفا بغير هذا الباب ستعلم يوم الحشر اي سريرة تكون عليها يوم تبلى الصرائر فصل يا مغرورا بالاماني لعن ابليس واهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة امر بها واخرج ادم من الجنة بلقمة تناولها وحجب القاتل عنها بعد ان رآها عيانا بملء كف من دم وامر بقتل الزان اشنع القتلات بيلاج قدر الانملة فيما لا يحل وامر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف او بقطرة من سكر وابان عضوا من اعضائك بثلاثة دراهم فلا تأمنه ان يحبسك في النار بمعصية واحدة من معصيه ولا يخاف عقباها دخلت امرأة النار في هره وان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها باله يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب وان الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة فاذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار العمر باخره والعمل بخاتمته من احدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته ومن افطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا ومن اساء في اخر عمره لقي ربه بذلك الوجه لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشرح كم جاء الثواب يسعى اليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى كيف الفلاح بين ايمان ناقص وامل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائد وهوى مستيقظ وعقل راقد ساهيا في غمرته عمها في سكرته سابحا في لجة جهله مستوحشا من ربه مستأنسا بخلقه ذكر الناس فاكهته وقوته وذكر الله حبسه وموته لله منه جزء يسير من ظاهره وقلبه ويقينه لغيره لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها اليه العذل فصل كان اول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها واجعل ادم اخر المخلوقات وفي ذلك حكم احدها تمهيدا لدار قبل الساكن الثانية انه الغاية التي خلق لاجلها ما سواه من السماوات والارض والشمس والقمر والبر والبحر الثالثة ان احذق الصناع يختم عمله باحسنه وغايته كما يبدأه باساسه ومبادئه الرابعة ان النفوس متطلعة الى النهايات والاواخر دائما ولهذا قال موسى للسحرة القوا ما انتم ملقون فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا الى ما يأتي بعده الخامسة ان الله سبحانه اخر افضل الكتب والانبياء والامم الى اخر الزمان وجعل الاخرة خيرا من الاولى والنهايات اكمل من البدايات فكم بين قول الملك للرسول اقرأ فيقول ما انا بقارئ وبين قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم السابسة انه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في ادم فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير السابعة انه خلاصة الوجود وثمرته فناسب ان يكون خلقه بعد الموجودات الثامنة ان من كرامته على خالقه انه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته واسباب حياته فما رفع رأسه الا وذلك كله حاضر عتيد التاسع انه سبحانه اراد ان يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدمها عليه في الخلق ولهذا قالت الملائكة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا اكرم عليه منا فلما خلق ادم وامرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة ان ذلك الفضل قد نسخ ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة فلما تاب الى ربه واتاب تلك العبودية علمت الملائكة ان لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه العاشرة انه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من احسن المناسبة ان يختمه بخلق الانسان فان القلم فان القلم االة العلم والانسان هو العالم ولهذا اظهر سبحانه فضل ادم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم وتأمل كيف كتب سبحانه عذر ادم قبل هبوطه الى الارض ونبه الملائكة على فضله وشرفه ونوه باسمه قبل ايجاده بقوله اني جاعل في الارض خليفة وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلك ولاية له قبل وجوده واقام عذره قبل الهبوط بقوله في الارض والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته فلما صوره القاه على باب الجنة اربعين سنة لان دأب المحب الوقوف على باب الحبيب رمى به في طريق الذل لم يك شيئا لان لا يعجب يوم سجد كان ابليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول لامر قد خلقت ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول لان سلط عليك لأهلكنك ولان سلط علي لأعصينك ولم يعلم ان هلاكه على يده رأى طينا مجموعا فاحتقره فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد فلما بسط له بساط العز عرضت عليه المخلوقات فاستحضر مدعي ونحن نسبح الى حاكم انبئوني وقد اخفى الوكيل عنه بينة وعلم فنكسوا رؤوس الدعاوة على صدور الاقرار فقام منادي التفضيل في اندية الملائكة ينادي اسجدوا فتطهروا من حدث دعوة ونحن بماء العذر في انية لا علم لنا فسجدوا على طهارة التسليم وقام ابليس ناحية لم يسجد لانه خبث وقد تلون بنجاسة الاعتراض وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لانها عينية فلما تم كمال ادم قيل لابد من خال جمال فجرى البودية في الذل يا اكس لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجرة لو لا نزولك ما تصاعدت صعداء الانفاس ولا نزلت رسائل هل من سائل ولا فاحت روائح ولا خلوف فمصائم فتبين حينئذ ان ذلك التناول لم يكن عن شرع يا ادم ضحكك في الجنة لك وبكاؤك في دار التكليف لنا ما ضر من كسره عز اذا جبره فضل انما تليق خلعة العز ببدل الانكسار انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي ما زالت تلك الاكلة تعاده حتى استولى داؤه على اولاده فارسل اليهم اللطيف الخبير الدواء على ايدي اطباء الوجود فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فحماهم الطبيب بالمناهي وحفظ القوة بالاوامر واستفرغ اخلاطهم الرديئة بالتوبة فجاءت العافية من كل ناحية فيا من ضيع القوة ولم يحفظها وخلط في مرضه ومحتمى ولا صبر على مرارة الاستفراغ لا تنكر قرب الهلاك فضاء مترام الى الفساد لو ساعد القدر فاعمت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة ضفرت بانواع اللذات واصناف المشتهيات ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة فظننت ان الحزمة بيع الوعد بالنقط يا لها بصيرة عمياء جزعت من صبر ساعة واحتملت ذل الابد سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة وقعدت عن السفر الى الاخرة وهي اليها راحلة اذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فاعلم بانه سفيه فصل لما سلم لادم اصل العبودية لم يقدح فيه الذنب ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة لما علم السيد ان ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته علمه كيف يعتذر اليه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب علي العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه ولكن غلبات الطبع وتزين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعبو ورجاء المغفرة هذا من جانب العبد واما من جانب الربوبية فجريان الحق واظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج وظهور اثار الاسماء الحسنة كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن اصر ولزم المجرأ فهو سبحانه يريد ان يرى عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته اليه ويشهده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره وسطره وحلمه وتجاوزه وصفحه وان رحمته به احسان اليه لا معاوضة وانه ان لم يتغمضه برحمته وبفضله فهو هالك لا محالة فلله كم من تقدير الذنب من حكمة وكم فيه من تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة التوبة من الذنب كشرب الدوائل العليل ورب علة كانت سبب الصحة انتهى الوجه الاول لو لا تقدير الذنب هلك ابن ادم من العجب ذنب يذل به احب اليه من طاعة يدل بها عليه شمعة النصر انما تنزل في شمعدان الانكساب لا يكرم العبد نفسه بمثل اهانتها ولا يعزها بمثل ذلها ولا يريحها بمثل تعبها كما قيل سأتعب نفسي او اصادف راحة فان هوان النفس في كرم النفس ولا يشبعها بمثل جوعها ولا يؤمنها بمثل خوفها ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها ولا يحييها بمثل اماتتها كما قيل موت النفوس حياتها من شاء ان يحيا يموت شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق من تذكر خمق الفخ هام عليه هجران الحبة يا معرقلا في شرك الهوى جمزه والجمز العدو والاسراع ويقال هو نوع من السير اشد من العنق عزم وقد خرقت الشبكة لابد من نفوذ القدر فاجنح للسلم لله ملك السماوات والارض واستقرض منك حبة فبخلت بها وخلق سبعة ابحر واحب منك دمعة فقحطت عينك بها اطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور والقلب كعبة والمعبود لا يرضى بمزاحمة الاصنام لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهم غير ان زوبعة الهوى اذا ثارت سفت في عين البصيرة فخفيت الجادة سبحان الله تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر وتعرف رب العزة الى المحبين باسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وانت مشغول بالجيث المعرفة بساط لا يطأ عليه الا مقرب والمحبة نشيد لا يطرب عليه الا محب مغرم الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة فلهذا قل وراده المحب يهرب الى العزلة والخلوة بمحبوبه والانس بذكره تهرب الحوت الى الماء والطفل الى امه ليس للعابد مستراح الا تحت شجرة طوبة ولا للمحب قرار الا يوم المزيد اشتغل به في الحياة يكفك ما بعض الموت يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه ليس في اعدائك اضر عليك منك الهمة العلية من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقة فاستبشر عند القدوم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين تالله ما عدا عليك العدو الا بعد ان تولى عنك الولي فلا تظن ان الشيطان غلب ولكن الحافظ اعرض احذر نفسك فما اصابك بلاء قط الا منها ولا تهادنها فوالله ما اكرمها من لم يهنها ولا اعزها من لم يذلها ولا جبرها من لم يكسرها ولا اراحها من لم يتعبها ولا امنها من لم يخوفها ولا فرحها من لم يحزنها سبحان الله ظاهرك بلباس التقوى والباطية من خار ونحوه ظنك باطية لخمر الهوى فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحتك فتباعد منك الصادقون وانحاز اليك الفاسقون يدخل عليك لس الهوى وانت في زاوية التعبد فلا يرى منك فردا له فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد اصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة قال رجل لمعروف علمني المحبة فقال المحبة لا تجيء بالتعليم هو الشوق مضلولا على مقتل الفمى اذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه ليس العجب من قوله يحبونه انما العجب من قوله يحبهم ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا اليه انما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا فصل القرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته فطارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء وطارة يتجلى في صفات الجمال والكمال وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ومعوت كماله فيصبح فؤاد عبده فارغا الا من محبته فاذا اراد منه الغير ان يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفة واذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله وقوي طمعه وصار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره وكلما قوي الرجاء جد في العمل كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذور واذا ضعف رجاؤه قصر في البذر واذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والصفط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرس على المحرمات وانقبضت أعنة رعوناتها فأحضرت المطية من الخوف والخشية والحذر وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع إن بعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصبها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم إن بعث من العبد قوة الحياة فإستحي ربه أن يراه على ما يكره أو أن يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته القاصة لهم إن بعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضى به وما في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه ما يرضى به هو سبحانه والتوكل معنى يلتأم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته ويذهب طيشه وقوته وحدته وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته وبصفات ربوبيته فيجب له شهود صفات إلهيته المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهجة بذكره والفرار من الخلق إليه ويصيره ووحده همه دون ما سواه ويوجب له شهود صفات ربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته وحمده في ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه وعطاءه في منعه وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته وعزه في انتقامه وعزه في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته وسطره وتجاوزه ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه وعزه في رضاه وغضبه وحلمه في إمهاله وكرمه في إقباله وغناه في أعراضه وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويتيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع يرى من فوق سبع سماوات ويسمع ويعلم السر والعلانية فعال لما يريد موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع فصل لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه فأعملت آراءها في استخراج الحيل فمنهم من رأى الحبس ومنهم من رأى النفي ثم اجتمع رأيهم على القتل فجاء البريد بالخبر من السماء وعمره أن يفارق المطجع فبات علي مكانه ونهض الصديق لرفقة السفر فلما فارقا بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه وطارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه وطارة عن يمينه وطارة عن شماله إلى أن انتهيا إلى الغار فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذن وأنبط الله شجرة لم تكن قبل فأضلت المطلوب وأضلت الطالب وجاءت عن كبوت فحازت وجه الغار فحاكت ثوب نسجها على منوال سطر فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف المطلب وأرسل حمامتين فاتخذتا هناك عشا جعل على أبصار الطالبين غشاوة وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول والصديق قال الصديق وقد اشتد به القلق يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أما رأى الرسول حزنه قد اشتد لكن لا على نفسه قوي قلبه ببشارتي لا تحزن إن الله معنا فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله فلما مات صلى الله عليه وسلم قيل خليفة رسول الله ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقيل أمير المؤمنين فأقاما في الغار ثلاثا ثم خرجا منه ولسان القدر يقول لتدخلنها دخولا لم يدخله أحد قبلك ولا ينبغي لأحد من بعدك فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول سهما من سهام الدعاء فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها فلما علم أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم الزاد إلى شبعان أبيت عند ربي يطعمني ويسقين كانت تحفة ثاني أثنين مدخرة للصديق دون الجميع فهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب الموت لأن رسول صلى الله عليه وسلم مات على أثر السم وأبو بكر ثم فمات أسلم على يديه من العشرة رثمان وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وكان عنده يوم أسلم أربعون ألف درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها فلهذا جلبت نفقته عليه ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر فهو خير من مؤمن آل فرعون لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به وخير من مؤمن آل ياسين لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين عين طائر الفاقة يحوم حول حب الإثار ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن فألقى له حب المال على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم على على أفنان شجارة الصد يغرد بفنون المطح ثم قال في محاريب الإسلام يطلو وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى نطقت بفضله الآيات والأخبار واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار كلما تليت فضائله على عليهم الصغار أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى وصار على المحجة فما زل ولا كبى وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشباب وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبى تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار ثاني اثنين إذ هما في الغار من كان قرين النبي في شبابه من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه من ذا الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه من أول من صلى معه من آخر من صلى به من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه فاعرفوا حق الجار نهض يوم الردة بفهم واستقاظ وأبان من نص الكتاب معنا دق عن حديد الألحاب فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغطاب حسرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره ولكن أين الفرار كم وقى الرسول بالمال والنفس وكان أخص به في حياته وهو ضجعه في الرمس فضائله جلية وهي خلية عن اللبس يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار لقد دخلا غارا لا يسكنه لابث فاستوحش الصديق من خوف الحوادث فقال الرسول ما ظنك باثنين والله الثالث فنزلت السكينة وارتفع خوف الحادث فزال القلق وطاب عيش الماكث فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار ثاني اثنين إذ هما في الغار حبه والله رأس الحنيفية وبغضه يدل على خبث الطوية فهو خير الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قوية لولا صحة امامته ما قيل ابن الحنفية مهلا مهلا فان ذم الروافض قد فار الله ما احببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا ولكن اخذنا بقول علي وكفانا رضيك رسول الله لديننا افلا نرضاك لدنيانا طالله لقد اخذت من الروافض بالثأر طالله لقد وجب حق الصديق علينا فنحن نقضي بمدائحه ونقر بما نقر به من السنى عينا فمن كان رافضيا فلا يعد الينا وليقل لي اعذار تنبيه اجتنب من يعادي اهل الكتاب والسنة لألا يعديك قسرانه احترز من عدوين هلك بهما اكثر الخلق صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخر في قوله ومفتون بدنياه ورئاسته من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية في متعلقها ومن خلقت فيه قوة الاكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها الى العلم ومن خلقت فيه قوة الحب لله والاناب إليه والعقوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك وسائر اللذة دون هذه اللذة مضمحلة فانية وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه تنبيه أيها الأعزل احذر فراسة المتقي فإنه يرى عورة عملك من وراء ستري اتقوا فراسة المؤمن سبحان الله في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعطو وعاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقاحة هامان وهوي بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرض الوليد وجهل أبي جهد وفيها من أخلاق البهائم حرس الغراب وشره الكلب ورعونة الطاوس ودماءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع غير أن الرياضة والمجاهبة تذهب ذلك فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند ولا تصلح سلعته لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري قد علم المشتري بعيد السلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الأمان من الرد قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبدول فيها والمنادي عليها فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب يا بائعا نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهدي غبنت والله غبنا فاحشا ولدا يوم التغابن تلقى غاية الحرب وواردا صف عيش كله كذر أمامك الورد حقا ليس بالكذب وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطبي ترجو شفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت ببرء جاء من عطبي ومفنيا نفسه في اثر اقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلبي وواهبا نفسه من مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي شاب الصبا والتصابي بعد لم يشبي وضاع وقتك بين اللهو واللعبي وشمس عمرك قد حان الغروب لها والفي في الافق الشرقي لم يغبي وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن افقه ظلمات الليل والصحب كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا اربي فافرش الخد ذياك التراب وقل ما قاله صاحب الاشواق والحقب ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان اشهى له من ربعك الخربي منازلا كان يهواها ويألفها ايام كان منال الوصل عن كثبي ولا القدود ولو ادمين من ضرج اشهى الى ناظري من ربعك الخربي وكلما جليت تلك الربوع له يهوي اليها هوي الماء في الصبب احيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دع القلب للسلوان لم يجب هذا وكم منزل في الارض يألفه وما له في سواها الضهر من رغبي ما في الخيام اخو وجد يريحك ان بثسته بعض شأن الحب فاغتربي واسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطب وعاد كل اخي جبن ومعجزة وحارب النفس لا تلقيك في الحرب وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الانوار بالرتب ان كان يوجب صبري رحمتي فرضا بسوء حالي وحلى لضنا بدني منحتك الروح لا ابغي لها ثمنا الا رضاك ووافقري الى الثمني واذا لم يكن من العشق بد فمن العجز عشق غير الجميل فلو انما اسعى لعيش معجل كفاني منه بعض ما انا فيه ولكنما اسعى لملك مخلد فوأسفا ان لم اكن بملاقية يا من هو من ارباب الخبرة هل عرفت قيمة نفسك انما خلقت الاكوان كلها لك يا من غذي بلبان البر وقل باب ايد الالطاف كل الاشياء شجرة وانت الثمر وصورة وانت المعنى وصدف وانت الدر ومخيض وانت الزبت منشور اختيارنا لك واضح الحظ ولكن استخراجك ضعيف متى رمت طلبي فاطلبني عندك اطلبني منك تجدني قريبا ولا تطلبني من غيرك فانا اقرب اليك منه لو عرفت قدر نفسك عندنا ما اهمتها بالمعاصي انما ابعننا ابليس اذ لم يسجد لك وانت في صلب ابيك فوى عجبا كيف صالحته وطركتنا لو كان في قلبك محبة لبان اثرها على جسدك لو صحت محبتك لا استوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج الى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره الا بمذكر اقل ما في المحبة انها لا تنسيك تذكر المحبوب اذا سفر المحب لذقاء محبوبه ركبت جنوده معه فكان الحب في مقدمة العسكر والرجاء يحدو بالمطاء والشوق يسوقها والخوف يجمعها على الطريق فاذا شارف قدوم بلد خرجت تقادم الحبيب باللقاء فاذا دخل على الحبيب افيضت عليه الخلع من كل ناحية ليمتحن حتى قدموا من السفر فاعقبهم الراحة في طريق التقى فدخلوا بلد الوصل وقد حاذوا ربح الابد فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فاضربت فيها سرادقات المحبة فاقاموا العيون تحرس تارة وترش اخرى سرادق المحبة لا يضرب الا في قاع نزه فارغ نزه فؤادك من سوانا والقنا فجنابنا حل لكل منزه الصبر طلسم كنزنا ووصالنا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه اعرف قدر ما ضاع منك وابك بكاء من يدري مقدار الفائث لو تخيلت قرب الاحباب لأقمت المأتم على بعدك لو استنشقت ريح الاسحار لأفاق منك قلبك المخمور من استطال الطريق ضعف مشيه اما علمت ان الصادق اذا هم القى بين عينيه عزمه اذا نزل ابو في القلب حل اذار في العين هان سهر الفراس لما علموا ان اصواتهم بسمع الملك من لاح له حال الاخرة هان عليه فراق الدنيا اذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف يا اقدام الصبر احملي بقى القليل تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة قد علمت اين المنزل النار تندفع عنك بترك المعاصي والمحبة لا تقنع منك الا ببذل روح لله ما احلى زمان تسعى فيه اقدام الطاعة على ارض الاشتياق لما سلم القوم النفوس الى رائض الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها فصل علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك وكم علمك معلم الشرع وانت لا تقبل حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه فما ظن الجاهل الذي اعماله لهوى نفسه جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهو الشيطان وانت للغالب عليك من الثلاثة ان غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك وان غلبك هواك وشهوتك نقصت مرتبتك عن مرتبة كلب لما صاد الكلب لربه ابيح صيده فلما امسك على نفسه حرم ما صاده مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع فهو سبحانه يصرف عباده بين مغتضى هذين الاسمين فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليثقر اليه فلا يزال شكورا فقيرا قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا هذا من ألطف خطاب القرآن هو أشرف معاني وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهوى وشيطانه وعدو ربه وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه يحاربهم ويعاديهم ويعضبهم له سبحانه كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه وعبارات السلف على هذا تدور ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء ابن دينار عن سعيد ابن جبير قال عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك وقال ليث عن مجاهد قال يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها وقال زيد بن أسلم ظهيرا أي موالية والمعنى أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به فيكون مع عدوه معينا له على مصاخط ربه فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه ولهذا صدر الآية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضى بمعبوديهم المتضمن لمعيتهم الخاصة فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه بخلاف وليه سبحانه فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله وبالله التوفيق قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعميانا قال مقاتل إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صمًا لم يسمعوه وعميانا لم يبصروه ولكنهم سمعوا وعبصروا وأيقنوا به وقال ابن عباس لم يكونوا عليها صمًا وعميانا بل كانوا خائفين خاشعين وقال الكلبي يخرون عليها سمعا وبصرا وقال الفراء وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم كأنهم لم يسمعوه فذلك الخرور والقرور مصدر خر أي سقط وسمعت العرب تقول قعد يشتمني كقولك قام يشتمني وأقبل يشتمني والمعنى على ما ذكر لم يصير عندها صمًا وعميانا وقال الزجاج المعنى إذا طليت عليهم خروا سجدا وبكيا سامعين مبصرين كما أمر به وقال ابن قتيبة أي لم يتغافلوا عنه كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها قلت هاهنا أمراني ذكر الخرور وتسليط النفي عليه وهل هو خرور القلب أو خرور البدن للسجود وهل لمعنى لم يكن خرورهم عن صمم وعمة فلهم عليها خرور بالقلب خضوعا أو بالبدن سجودا أو ليس هناك خرور وعبر به عن القعود أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة تعلق القلب بغير الله وطاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية وهي الشرك والظلم والفواحش فغاية التعلق بغير الله شرك وأن يدعى معه إله آخر وغاية طاعة القوة الغضبية القتل وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فسوء العشق والفحشاء الزنا وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة فإن الشرك أظلم الظلم كما أن أعدل العدل التوحيد فالعدل قرين التوحيد والظلم قرين الشرك ولهذا يجمع سبحانه بينهما أما الأول ففي قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وأما الثاني فكقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم ولسيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشيطان وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركة كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها ومظير هذا قوله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجدنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه وهذا هو التوحيد ثم قال والذين يجدنبون كبائر الإثم والفواحش فهذا اجتناب داع القوة الشهوانية ثم قال وإذا ما غضبوهم يغفرون فهذا مخالفة القوة الغضبية فجمع بين التوحيد والعثة والعدل التي هي جماع الخير كله فإذا هجر القرآن أنواع أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصاء إليه والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه والخامس هجر الاستشفاء والتداوب في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء أدائه من غيره ويهجر التداوب وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وإن كان بعض الهجر أهون من بعض وكذلك الحرج الذي في الصدور منه فإنه طارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله وطارة يكون من جهة التكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به وطارة يكون من جهة كفايته وعدمها وأنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو السياسات وطارة يكون من جهة دلالته وما أريد به من حقائقه المفهومة منه عند الخطاب أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة وطارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته فتدبر هذا المعنى ثم ارضى لنفسك بما تشاء فائدة كمال النفس المطلوب ما تضمن أمره أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لا الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته فذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبوذها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكمبلها وما يعود بضررها ونفسها وألمها فلتيما إذا صارت هيئة راسخة لها فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك وعلمها وعلمها وحسرتها في حسب ما فاتها من ذلك ومتى عدم ذلك وخلا منه لم يبق فيه إلا القوى البدنية النفسالية التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذاته ومرافق حياته ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة بل خساسة ومنقصة إذ كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم ويقتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها وربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه وبالله التوفيق فائدة جليلة إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق ولسانه عن ذكره بذكرهم وجوارحه وعن طاعته بخدمتهم وأشغالهم فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكيري ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين قال سفيان بن عيينة لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن فقال له قائل فأين في القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطه جمرة فقال في قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا الآية فائدة العلم نقل ثورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس والعمل نقل ثورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح وكثيرا ما يثبت وتراء في النفس صور ليس لها وجود حقيقي فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها وأكثر علوم الناس من هذا الباب وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه ونوع لا يحصل للنفس به كمال وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ بالله من علم لا ينفع وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا كالعلم بالفلك وذقائطه وضرجاته وعدد الكواكب ومقادرها والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الدني الذي يحبه الله ويرضاه وذلك يكون من فساد العلم طارة ومن فساد الإرادة طارة ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه بشروع وأما فساده من جهة القصد فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة بل يقصد به الدنيا والخلق وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة في باب القصد والإرادة فمتاخل من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة وهما يورثان الإيمان ويمدانه انتهى الوجه الأول ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة فهذا أصح الناس علما وعملا وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن قلفاء رسوله في أمته قاعدة الإيمان له ظاهر وباطن وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر لا باطن له وانحقن به الدماء وعسم به المال والضرية ولا يجع باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعز أو إكراه وخوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان ونقصه دليل نقصه وقوته دليل قوته فالإيمان قلب الإسلام ولبه واليقين قلب الإيمان ولبه وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول قاعدة التوكل على الله نوعان أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحضوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والضعوة إليه وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه فعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومطابعة الرسول وجهاد أهل الباطل فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا توكل كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة وتارة يكون توكل اختيار وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد فإن كان السبب مأمورا به ثم على تركه وإن قام بالسبب وترك التوكل ثم على تركه أيضا فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن والواجب القيام بهما والجمع بينهما وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبقى سبب سواه فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى وإن لم يضعفه فمباشرته أولى لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به فلا تعطي الحكمته مهما أمكنك القيام بها فلا سيما إذا فعلته عبودية فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها فمن عطلها لم يصح توكله كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه فمن لم يقم بها كان رجاءه تمنيا كما أن من عطلها يكون توكله عجزا وعجزه توكلا وشر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء كما أن توبة اللسان مع إسرار القلب شيء وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها فايدة الجاهل الجاهل يشكو الله إلى الناس وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه فإنه لو عرف ربه لما شكاه ولو عرف الناس لما شكا إليهم ورأى بعض السلم رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته فقال يا هذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمه وفي ذلك قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما أشكر رحيم إلى الذي لا يرحمه والعارف إنما يشكو إلى الله وحده وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس فهو يشكو من موجبات تصليق الناس عليه فهو ناظر إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإلى قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك وإلى قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فالمراتب ثلاثة أخسها أن تشكو الله إلى خلقه وعلاها أن تشكو نفسك إلي وأوسطها أن تشكو خلقه إلي قاعدة جليلة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فتضمنت هذه الآية أمورا أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرض للحيوانات فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول قال مجاهد لما يحييكم يعني للحق وقال قتادة هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة وقال السدي هو الإسلام أحياهم به بعد موتهم بالكفر وقال ابن إسحاق وعروة ابن الزبير واللفظ له لما يحييكم يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل وقواكم بعد الضعف ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم وهذه كل عبارات عن حقيقة واحدة وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهرا وباطنا قال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني قال الفراء إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم يريدوا أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واشترأ عليهم عدوهم قلت الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد وأما في البرزخ فقد قال تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَهِ بل أحياء عند ربهم يرزقون وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتهم ونعيمها أعظم من حظ غيرهم ولهذا قال ابن قتيبة لما يحييكم يعني الشهادة فقال بعض المفسرين لما يحييكم يعني الجنة فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة حكاه أبو علي الجرجاني والآية تتناول هذا كله فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة وكمال الحياة في الجنة والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياته من هو معافى من ذلك وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهوى والضلال فيختار الحق على ضده فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق وقوة البغض والكراه للباطل فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم فهذا بحسب حياة البدن وذاك بحسب حياة القلب فإذا بطلت حياته بطل تمييزه وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ وكان قبل ذلك من جملة الأموات فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فأخبر أن وحيه روح ونور فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان ومن حصل له نفخ الرسول دون نفخ الرسول ونفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول الملكي ويراها ويرا ما يحذره فيها وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم وقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته وبين أهل معصيته وبين طاعته وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية فهو بينه وبين قلبه ذكره الوحدي عن قتاده وكان هذا أنسب بالسياق لأنه الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته فيكون كقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح وفي الآية سر آخر وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة بين القدر والإيمان به فهي كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقوله فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله والله أعلم فائدة جديدة قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله عز وجل وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وإجعل الله فيه خيرا كثيرا فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده ويحب الموادعة والمتاركة وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده وكذلك يكره المرأة وحبه ونفرته وبغضه بل المعيار على ذلك مختاره الله له بأمره ونهيه فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه وعضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروبا من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها فانظر إلى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة غرس جنة وتعاهدها بالسق والإصلاح حتى أثمرت أشجارها فأقبل عليها يفصل أوصالها ويقطع أغصانها لعلمه أنها لو قليت على حالها لم تطب ثمرتها فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتها ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك ثم لا يدعها ودواع طبعها من الشرب كل وقت بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا ولا يترك الماء عليها دائما وإن كان ذلك أنظر لورقتها وأسرع لنباتها ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت بها من الأوراق يلقي عنها كثيرا منها لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نجها واستوائها كما في شجر العنب ونحوه فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها وذلك عين مصلحتها فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها وإنما هو عين مصلحتها وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده وقطع عروقه وأذاقه الألم الشديد وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه كل ذلك رحمة به وشفقة عليه وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطيه ولم يوسع عليه لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه وكذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلا عليه فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته أحبوا أمكره فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا والله الموفق ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة فإنه لا يزال راضيا عن ربه والرضى جنة الدنيا ومستراح العارفين فإنه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له وتمأنينتها إلى أحكامه الدينية وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما ذا قطعم الإيمان من لم يحصل له ذلك وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضا فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة لا يخرج عن ذلك البتة كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأردله مكانه فرجا قالوا أفلا نتعلمهن يا رسول الله قال بلى ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن والمقصود قوله عدل في قضاءك وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم وسبب ذلك فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب وهو عدل في هذا القضاء وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءا إلا كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن قال العلامة ابن القيم فسألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الذنب فقال نعم بشرطه فأجمل في لفظتي بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك فائدة لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضن حلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الخسرة والأسف فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وهم وحزن بعد فواتها فهذا أحد النظري انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب النظر الثاني النظر في الآخرة وأقبالها ومجيئها وذوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ماها هنا فهي كما قال الله سبحانك والآخرة خير وأبقى فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة مقطعة مدمحلة فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل فإذا آثر الثاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضل وكل واحد من الأمرين تدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة فإن الراغبة في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى وإما أن لا يصدق فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان إما من فساد في العقل وما أكثر ما يكون منهما ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه وصرفوا عنها قلوبهم وأطرحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها وعدوها سجنا لا جنة فزهدوا فيها حقيقة الزهد ولو أرادوا لنالوا منها كل محبوب ولوصلوا منها إلى كل مرغوب فقد عرضت عليهم مفاتيح كنوزها فردوها وفاضت على أصحاب رسول الله فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر وأنها دار عبور لا دار سرور وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدفل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وقال خالقها سبحانه وتعالى إنما مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فأخبر عن خصة الدنيا وزهد فيها وأخبر عن دار السلام وضع إليها وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله واردوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقماطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مطاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وكقوله تعالى ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقوله وقوله كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقوله يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافطون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والله المستعان وعليه التكلان قاعدة أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها وأن لا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك وقد أجمع العارفون على أن كل خير أصله بتوفيق الله للعبد وكل شر أصله خذلانه لعبده وأجمع أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذلانة هو أن يخلي بينك وبين نفسك فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجوء والرغبة والرهبة إليه فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتى أضله عن هذا المفتاح بقي باب الخير مرتجاً دونه قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك فالله سبحانه أحكم الحكومة وأعلم العالمين يضع التوفيق في مواضعه اللائق به والخذلان في مواضعه اللائق به وهو العليم الحكيم وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بشكر وصدق الافتقار والدعاء وملاك ذلك الصبر فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله خلقت النار لإذابة القلوب القاسية أبعد القلوب من الله القلب القاسي إذا قسي القلب قحطت العين قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة الأكل والنوم والكلام والمخالطة كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشرب فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوا بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرائف الفوائد إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الضغط رأى العجائب وألهم الحكمة ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وامتحلها كان من أهلها بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى وأما من قتل قلبه فأحيي الهوى في نفسه فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه خراب القلب من الأمن والغفلة وعمارته من الخشية والذكر إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروخ عنه وهج الدنيا من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة إذا أحب الله عبدا استنعه لنفسه واشتاماه لمحبته واستخلصه لعبادته فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته والقلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في الطوبة والحمية ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاءه بالذكر ويعرى كما يعرى الجسم وزنته التقوى ويجوع ويضمأ كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة إياك والغفلة عما جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه من ترك الاختيار والتدبير لنفسه وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب فلا عيش يسفو ولا قلب يفرح ولا عمل يسكو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم والله سبحانه سحل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب فأفضل قلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله من شغل بنفسه شغل عن غيره ومن شغل بربه شغل عن نفسه الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عضو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله الرضا سكون القلب تحت مجار الأحكام الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها ثلاثة سافلة وثلاثة عالية فالسافلة دنيا تتزين له ونفس تحدثه وعدو يوسوس له فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها والثلاثة العالية علم يتبين له وعقل يرشده وإله يعبده والقلوب جوالة في هذه المواطن اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها لا يشم عبد رائحة الصدق ويداهن نفسه أو يداهن غيره إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره جوادا بما عنده زاهدا فيما عند غيره محتملا لأذى غيره وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه الهمة العالية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوسواس والخطرات من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وصير الليل فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده فائدة جليلة كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلابد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه لأن أحكام الرب سبحانه وتعالى كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس ولسيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشبهات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات وقال تعالى فيهم أيضا فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مسرون على ذلك وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على أن يؤثر الدنيا على الآخرة وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخصتها والآخرة وأقبالها وضوامها وهؤلاء لا بد أن يقتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة أو ينكسه فيرى البدعة السنة والسنة بدعة فهذه آفة الغلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات وهذه الآيات فيهم إذا قوله واطل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه وذلك من وجوه أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه ولهذا قال فاتبعه الشيطان ولم يقل تبعه فإن في معنى اتبعه أدركه ولحقه وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى ورابعها أنه غوى بعد الرشد والغي الضلال في العلم والقصد وهو أخص بفساد القصد والعمل كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر وإن اقترنا فالفرق ما ذكر وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه وسادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته وأنه اختار الأسفل الأبنى على الأشرف الأعلى وسابعها أن اختياره للأبنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك هو أصل الإخلاد اللزوم على الدوام كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض فمن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به قال مالك بن نويرة بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع وثامنها أنه رغب عن هداه واتبع هواه فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه وتاسعها أنه شبهه بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة وأصحطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا ولهذا ثمي كلبا وعاشرها أنه شبه لهته على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهة الكلب في حالتين تركه والحمل عليه بالطرد وهكذا هذا إن ترك فهو لهثان على الدنيا وإن وعظ وزجر فهو كذلك فاللهة لا يفارقه في كل حال كلهة الكلب قال ابن قتيبة كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الري وحال العطش فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال إن وعظته فهو ظال وإن تركته فهو ظال كالكلب إن تركته لهث وإن تركته على حاله لهث وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب وإنما وقع بالكلب اللاهث وذلك أخس ما يكون وأشنعه انتهى الوجه الأول فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا بجهله يصد عن العلم وعن موجبه وذاك بغيه يدعو إلى الفجور وقد ضرب الله سبحانه مثلا نوع الآخر بقوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وقصته معروفة فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل فأوقعه الشيطان بجهله وكفره بجهله فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري وذاك إمام كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها سبب شقائه وهلاكه ولا يجتمع هذان أعني الرضا بالدنيا والغفل عن آيات الرب إلا في قلبي من لا يؤمن بالمعاد ولا يرجو رقاء رب العباد وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد لما رضي الدنيا ولا اطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس وهم عمار الدنيا وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك وهو من أشد الناس غربة بينهم لهم شأن وله شأن علمه غير علومهم وإرادته غير إرادتهم وطريقه غير طريقهم فهو في واد وهم في واد قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته فهذه مواريث الإيمان بالمعاد وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه فائدة عظيمة أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان ولهذا قرن بينهما سبحانه بقوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وبقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان الذين بهم السعادة والرفعة وفي حقيقتهما حتى إن كل حقيقة تظن أن ما معها من الإيمان والعلم هو هذا الذي به تنال السعادة وليس كذلك بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان الذين جاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهم الأمة وكان عليه ما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص والعلم وراء الكلام كما قال حماد بن زيد قلت لأيوب العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام فالكتب كثيرة جدا والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة والعلم بمعزل عن أكثرها وهو ما جاء به الرسول عن الله قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعض الذي جاءك من العلم وقال في القرآن أنزله بعلمه أي وفيه علمه ولما بعض العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجز الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس فضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادى حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علم وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب من لابسه قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن فقال له لو حفظت القرآن أولا كان أولى فقال وهل في القرآن علم قال ابن القيم وقال لي بعض أئمة هؤلاء إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم لأن غيرنا قد كفان هذه المؤونة فعندتنا على ما فهموه وقرروه ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي قال وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك هذا بهتان عظيم وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم ليس بينهم رأي ولا قياس ولقد أحسن القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيد فصل وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول وهو إيمان الصديق وحزبه وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين سواء كان معه عمل أو لم يكن وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ورصفه به رسوله فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذين يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان بل إيمانهم مبني على مقدمتين إحداهما أن هذا قول أسلافنا وأبائنا والثانية أن ما قالوه فهو الحق وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم وهم أنواع منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه الإيمان والإيمان وراء ذلك كله وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والتصديق به عقدا والإقرار به نطقا والانقياد له محبة وخضوعة والعمل به باطنا وظاهرا وتنفيذه والدعوة اليه بحسب الامكان وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله وان يكون الله وحده الهه ومعبوده والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا وتغمض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله وبالله التوفير من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم فائدة جليلة إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة قال ابن سيرين سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه حق والعوض أنواع مختلفة وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها الأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة ولكل واحد منها ضد فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده التوحيد وضده الشرك والسنة وضدها البدعة والطاعة وضدها المعصية ولهذه الثلاثة ضد واحد وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفي ما عنده ومن الرهبة منه ومما عنده قاعدة جليلة قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وقال ومن يشاقق الرسول من بعض ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية والله تعالى قد بيّن في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والاسباب التي خذل بها هؤلاء وجلى سبحانه الامرين في كتابه وكشفهما واوضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الابصار للضياء والظلم فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالف الطريق الموصل الى مقصوده والطريق الموصل الى الهلكة فهؤلاء اعلموا الخلق وانفعهم للناس وانصحهم لهم وهم الادلاء الهدات وبذلك برز الصحابة على جميع من اتى بعضهم الى يوم القيامة فانهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصل الى الهلاك وعرفوا هذه الامور مفصلة ثم جاءهم الرسول فاخرجهم من تلك الظلمات الى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم فخرجوا من الظلمة الشديدة الى النور التام ومن الشرك الى التوحيد ومن الجهل الى العلم ومن الغي الى الرشاد ومن الظلم الى العدل ومن الحيرة والعمى الى الهدى والبصائر فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه فان الضد يظهر حسنه بالضد وانما تتبين الاشياء بابضادها فازدادوا رغبة ومحبة في من تقلوا اليه ونفرة وبغضا لمن تقلوا عنه وكانوا احب الناس في التوحيد والايمان والاسلام وابغض الناس في ضده عالمين بالسبيل على التفصيل واما من جاء بعض الصحابة فمنهم من نشأ في الاسلام غير عالم تفصيل ضده فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين فان اللبس انما يقع اذا ضعف العلم بالسبيلين او احدهما كما قال عمر بن الخطاب انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاهلية وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه فانه اذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه من الجاهلية فانها منسوبة الى الجهل وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له او شك ان يظن في بعض سبيلهم انها من سبيل المؤمنين كما وقع في هذه الامة من امور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار واعداء الرسل ادخلها من لم يعرف انها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا اليها وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله كما وقع لاكثر اهل البدع من الهمجية والقدرية والقوارج والروافض واشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا اليها وكفر من خالفها اماسو اربع فرق الاولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا وهؤلاء اعلم الخلق الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من اشباه الانعام وهؤلاء بسبيل المجرمين احضر ولها اسلك الفرقة الثالثة من صرف عنايته الى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة وان كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وان لم يتصوره على التفصيل بل اذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه وهو بمنزلة من سلمت نفسه من ارادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه اليها نفسه بخلاف الفرقة الاولى فانهم يعرفونها وتميل اليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله وقد كتبوا الى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة ايما افضل رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله او رجل نازعته اليها نفسه فتركها لله فكتب عمر ان الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فابغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه ايمانه ولا تورثه شبهة ولا شكا بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها افضل مما لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه فانه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى ايمانه به كما ان صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها الى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه فما ابتل الله سبحانه وعبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه اليها الا ليسوقه بها الى محبة ما هو افضل منها وخير له وانفع وادوام وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه فتورثه تلك المجاهدة الوصول الى المحبوب الاعلى فكلما نازعته نفسه الى تلك الشهوات واشتدت ارادته لها وشوقه اليها صرف ذلك الشوق والارادة والمحبة الى النوع العالي الدائم فكان طلبه له اشد وحرصه عليه اتم بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك فانها وان كانت طالبة للاعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم الا ترى ان من مشى الى محبوبه على الجمر والشوق اعظم ممن مشى اليه راكبا على النجائب فليس من اثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن اثره مع عدم منازعتها الى غيره فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات اما حجابا له عنه او حاجبا له يوصله الى رضاه وقربه وكرامته الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الامم ومقالات اهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك بل عرفه معرفة مجملة وان تفصلت له في بعض الاشياء ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها اذا تاب ورجع عنها الى سبيل الابرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة كمن اثنى عمره في تصرفها وسلوكها والمقصود ان الله سبحانه يحب ان تعرف سبيل اعدائه لتتجنب وتبغض كما يحب ان تعرف سبيل اوليائه لتحب وتسلق وفي هذه المعرفة من الفوائد والاسرار ما لا يعلمه الا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وحكمته ومن كمال اسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتضائها لآفارها وموجباتها وذلك من اعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه والله اعلم ارباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم واولياؤه المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساؤه وخواصه فاذا اراد قضاء حاجة واحد من اولئك اذن لبعض جلسائه وخاصته ان يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع وسائر الناس مطرودون عن الباب مطروبون بسياط البعد انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة